كانت الرحلة إلى الفضاء حدثاً له سحر خاص بالنسبة للإماراتي هزاع المنصوري الطيار المقاتل السابق للدرجة أنه لم يكن يريد المغادرة كان قد خضع المنصوري لبرنامج تدريبي صارم في ستار سيتي مقر لتدريب رواد الفضاء في روسيا حيث اضطر للتكيف مع درجات الحرارة التي تصل إلى حد التجمل صعودي علامتنا الصاروخ وانتظاري لحظات قبل الإطلاق كان كأخلت من المشاعر يدور في بالي أني التعبل والسهر والمثابرة أتت بثمارها وأن اليوم أنا علمتنا الصاروخ حق حلم كان المنصوري ضمن حوالي أربعة آلاف شخص تقدموا للالتحاق ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء بالإمارات العربية المتحدة الذي يطلقه حاكم دبي عام 2017 ونظر للأرض منظر جداً رهيب في رهبة وفيه نوع من الشعور أن كنت شخص جداً صغير واستطعت الوصول لهذا المكان بالعلم والمعرفة فهذا جداً مهم أن نتسلح بالعلم والمعرفة وسوف نصل لأي مجال المنصوري هو ثالث عربي تطأ قدمه مكاناً خارج كوكب الأرض ويملوا أن لا تكون هذه آخر رحلة له إلى الفضاء ويتطلع إلى مزيد من المهام في المستقبل